أمين تعالى أيها الرب ياسع أمين تعالى قولوا بنشتائت للربع أمين تعالى أيها الرب ياسع أمين تعالى قولوا بنشتائت للربع منتظرينك بحسب ويعودك قلت ساءتي سريعا أمين قلت ساءتي سريعا أمين أمين تعالى أيها الرب ياسع أمين تعالى قولوا بنشتائت للربع أمين تعالى أيها الرب ياسع أمين تعالى قولوا بنشتائت للربع منتظرينك بحسب ويعودك منتظرينك بحسب ويعودك قلت ساءتي سريعا أمين قلت ساءتي سريعا أمين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الوحد أمين سفر الرؤية بصحح 18 من آية 14 بركاته فلتكن معنا أمين وذهب عنك جنى شهوة نفسك وذهب عنك كل ما هو مشحم وبهي ولن تجديه فيما بعد تجار هذه الأشياء الذين استغنوا منها سيقفون من بعيد من أجل خوف عذابها يبكون وينوحون ويقولون ويل ويل المدينة العظيمة المتسربلة ببذ وإرجوان وكرمز المتحلية بزهب وحجر كريم ولؤلو لأنه في ساعة وحدة خارب غنى مثل هذا وكان ربان وكل الجماعة في السفن والملحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها قائلين أي مدينة مثل المدينة العظيمة وألقوا طرابا على رؤوسهم وصرخوا باكين ونائحين قائلين ويل ويل المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها لأن في ساعة واحدة خاربت افرحي ليها أيتها السماء والرسل والقدسون والأمبياء لأن الرب قد دانها دينوناتكم ورفع ملاك واحد قوي حجرا كرحة عظيمة ورماه في البحر قائلا هكذا بدفع سترمى باب للمدينة العظيمة ولم توجد فيما بعد صوت الضاربين بالقسارة والمغنيين والمزمرين والنافخين بالبوق لن يسمع فيك فيما بعد وكل صانح صناعة لن يوجد فيك فيما بعد وصوت رحة لن يسمع فيك فيما بعد ونور سراج لن يضيء فيك فيما بعد وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك فيما بعد لأن تجارك كانوا عظماء الأرض إذ بسحرك ضلت جميع الأمم وفيها وجدة دم أنبياء وكديسين وجميع من قتل على الأرض صحفة ساعتاشر بعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا هللويا الخلاص المجد الكرامة القدرة للرب إلهنا أمين تعالى أيها الرب يسوع والسبح لإلهنا دائما أبديا أمين أهلا بيكم في برنامج الوقت قريب تكلمنا عن بابل في صحفة 17 وما ستلقاه من العالم وفي صحفة 18 وما ستلقاه من الله نفسه وشفنا أن بابل لا يمكن أن تكون العراق من سياك الكلام نقدر نفهم هي بابل بدأت بالعراق وانتقلت من العراق إلى مصر الفرعونية ومن مصر الفرعونية رجعت تاني إلى بابل وأشور ثم انتقلت لفارس ومادي ثم انتقلت لليونان وبعد اليونان انتقلت للرومان وثبتت في أوروبا المملكة الرومانية اتفككت لكن ظهرت امرأة جالسة على الوح يعني كتمة على نفس أوروبا هذه الامرأة المخصبة الجميلة هي أقوى دولة في العالم وهي أمريكا وهنا نرى أني حاليا أقوى قوة في العالم اللي بنطلق عليها بابل اللي هي الأمم المتحدة الأمم المتحدة اللي هي اتحاد ملوك العالم والعنوان بتاعهم حقوق الإنسان وما بيدوروش على حقوق الله ويتغنوا بالديمقراطية وهم بعاد كل البعض عن الديمقراطية لأن لو فيه دمقراطية أقل حاجة نقولها ما كانش فيه حاجة اسمع حق الفيتو دولة تيجي تبطت كل اللي تقوله كل الدول وتستخدم حق الفيتو لأن الديمقراطية أن الكل سواسية حكم الشعب للشعب لكن هنا يا أحبائي نرى أن هذه العلامات هي علامات القوة العالمية العظمى أنا في اعتقادي أن العالم كله اتحد وشجرة التين أخرجت أوراقها وأصبح العالم فيه تكنولوجيا عالية جدا وانتشرت الميديا وكل العالم بيتخر بما تقدم إليه الإنسان ويتصورون أن الإنسان يستطيع أن يصل وأن يستغني عن الله استغناء كامل لدرجة أي مشكلة في العالم يقولك تطرح لمجلس الأمن للأمم المتحدة عشان تناقش ولا بيحلوا ولا بيربط ولكن حتى الحلول التي تأتي تأتي لمصلحة الدول وخصوصا الدول الكبرى كل هذا النظام العالمي اللي قادوا الشيطان بحكمته ومعرفته قدمة ما وصل إليه الإنسان من العلم كله هيسقط وهينحار وشفنا أن الحاجات اللي كانوا بيتجروا فيها بدأت بالذهب وانتهت بأنفس وأجساد يعني أصبح الإنسان هو أرخص طلعة في العالم حتى الإنسانية رخصة خالص في نظر العالم مع إن إن الإنسان اللي هو أنفس بشر اللي بتتبع بأرخص الرخيص اشتراها المسيح بدمه ودفع فيها أغلى تمن لا فضة ولا ذهب ولا أحجار كريمة عشان كده بعد ما حطت كل الأنواع من اللي كان موجود في القوى العالمية نقدر نشوفها في أوروبا نقدر نشوفها في أمريكا نقدر نشوفها في اليابان نقدر نشوفها في العالم القوى العالمية المتحدة هيحصل إنها تسقط فبيكمل ويقول ذهب عنك جنى شهوة نفسك إيه معنى كلمة ذهب عنك جنى شهوة نفسك شهوة نفس الأمم إنها تكون عظيمة أي دولة امسكها تقولك إحنا أعظم دولة في العالم إحنا أحسن شعب في العالم إحنا أقوى شعب في العالم حتى لو كانت ما تقدر حتى لو كانت ما تقدر تقول نحن أقوى شعب في العالم وذهب عنك كل ما هو مشحم وبهي كلمة مشحم يعني دسن شحم يعني دهن والدهن يعني الشبع فاكرين الإذن الضال لما رجع الإذبح والعجل المسمن وإسم ربنا دهن مهراق يشبع بعيد عن ربنا الشبع يروح مش حم يعني شبع وبهي يعني مفرح لأن لما دبح العجل المسمن ينبغي أن نفرح فالله تجد الشبع وتجد الفرح وفي العالم ما تجدش الشبع ولا تجد البهاء ولا تجد الفرح عشان كده يقولك ذهب عنك جانق شهوة نفسك وذهب عنك كل مشحم وبهي ولن تجديه فيما بعد يعني خلاص كل تكنولوجيا العالم هتسقط وتطلع آية تقول ألم يجهل الله حكمة هذا العالم اعمل يا إنسان ووصل للقمة ووصل للكواكب الأخرى ووصل للقمر وحط التكنولوجيا حتة فيرس تغير ممكن لا يرى بالعين ممكن يخليك تلف حوالي نفسك وألاف يسقطوا منك وانت مش عارف تتصرع ليتنا نرجع إلى الله ليتنا نخرج من الاعتكال على العقل البشري وطوبة لمن إله يعقوب معينه عشان كده بيقوله ايه لما بيقولها لن تجديه فيما بعد تجار هذه الأشياء الأشياء لأن التجارة أيما على الدول العظمة ولما تسقط الدول العظمة التجارة كلها تسقط يمكن أن تلاحظوا أن الناس الوقتي بيقيسوا القيمة المادية بالدولار الأمريكي يقول لك انخفض عن سعر الدولار زاد عن سعر الدولار وأصبحت القوى العالمية هي أقوى دولة في العالم عشان كده بيقولها تجار هذه الأشياء الذين استغنوا منها يقفون من بعيد من أجل خوف عذابها ويبكون وينحون ويقولون ويل ويل للمدينة العظيمة مين كان يقول أن أقوى دول العالم في ساعة واحدة تسقط دي مش في ساعة دي في لحظة يبيدهم بنفخة من فمه هذه معنى كلمة ويلون ويلون للمدينة العظيمة المتسربلة لابسة إيه البز والارجوان والقرمز ثلاثة دول الدول العظمة مشهورة بيهم إيه هو البز البز اللي هو إيه البر في آية يقولك إيه متسربلين ببز الذي هو تبررات القديسين البز يعني الحق وهي متسربلة بالحق آه حقوق الإنسان والديمقراطية العدالة تتغنى بالعدالة وتتغنى بأنها أقوى الإرجوان الملك والقرمز إنها دموية يا ما سفك الدماء هدي مثل بسيط كلكم عشر توم أمريكا قالت إن العراق كانت ديكتاتور صدام حسين عليها ولازم نوقف عمل أي ديكتاتور عشان نرجع العراق إنها تكون دولة ديمقراطية جميلة ماذا حدث بعد ذلك في العراق خربتها وخرجت منها لو سألنا سؤال لضمير أمريكا إيه المجد اللي انت قدمتيه للعراق أحسن من اللي كانت فيه العراق في أيام صدام مش هتعرف تجاوبك على هذا السؤال هي كانت متحلية ينادوا بالديمقراطية حقوق الإنسان وحقوق الإنسان عاملة جمعيات كتيرة وتطلح تقارير وتقول البلد الفلانية انتهاك لحقوق الإنسان لكن يقدر يقولوا على الدول الكبرى إنها تنتهك حقوق الإنسان ما يقدروش ولا يقدروا يفتح بقهم تعالوا نقرأ ويل ويل المدينة العظيمة المتسربلة ببز وارجوان وكرمز بز يعني عد ارجوان يعني سلطان قرمز يعني دم والمتحلية بزهب وحجر كريم ولؤلؤ زهب إحنا أقوى ناس في العالم حجر كريم إحنا لنا العظمة وإحنا اللي نسيطر على العالم كله لأنه في ساعة واحدة خاربة غنى مثل هذا ساعة واحدة اللي تبنى في 200 في 300 داخل على 400 سنة في ساعة واحدة هيخرب وبعدين يقولك وكل ربان لما بيجي يتكلم عن ربان طبعا أيام ما كتب القديس يحنى ما كانش فيه طيران وما كانش فيه الهوى لكن كانت كل اللي بتستخدم في البحار فاستخدموا الربان لكن لما نيجي الربان من هو الربان ربان الطيارة ربان السفينة ربان البغرة ربان القطار ربان كل التجارة اللي بتتنقل من اليمين للشمال عشان كده يقولك وكل ربان وكل الجماعة في السفن الملحين وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد وكلمة وقفوا يعني التجارة هتتعطل في العالم ولما يقف حجر التجارة الجوع يعم في العالم وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها قائلين أي مدينة مثل المدينة العظيمة مين يقدر يرجع المجد ده اللي اتحرق وضاعه ألقوا طراب على رؤوسهم وصرخوا باكين ونائحين قائلين خلاص حجر التجارة والمكاسب وقف والدخل قل وابتدى الاقتصاد ينقص والتجار يشير الطراب ويقول ويل ويل المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن من البحر يا ما تبقار العالم كذبوا من وراها لأنه في ساعة واحدة خربت تاني مرة يأكد كلمة في ساعة واحدة خربت في ساعة واحدة خربت طيب اللي حصل في الأرض كده في السماء افرحي لها أيتها السماء الملائكة كانوا وقفين يستغربوا إزاي يا رب الإنسان طغى البشر طغى وكأنك أنت واقف ساكت بتتفرج يا رب نحن كملائكة وقدسين نعلم أنك أنت هو أمس واليوم وللأبد وغير متغير ده لما العالم طغى أن يمنوح غرقته لما سدوم عمور الشزوز الجنسي انتشر فيها حرقتها ودي كل ده منتشر فيها لدرجة أنه بتدافع حتى عن المثليين وتسمح بعبادة الشياطين فيه تاني أكتر من كده وربنا ساكت أتاري عهد النعمة هو اللي موقف ربنا لأنه لكل شيء تحت السماء وقت ربنا يمهل ولا يهمل في ساعة واحدة جات الخراب لما جات الخراب إفرح لها أياتها السماء والرسل والقديسين ليه بيقول إفرح لها؟ لأن السماء الملايكة الأنبياء العهد القديم الرسل العهد الجديد القديسين اللي هم كل المؤمنين اللي تبهدلوا وتهانوا وتأتلوا كان كله بيستغرب لربنا يا رب إحنا نعرف أنك أنت أمس اليوم وإلى الأبد لما طغى الشعب أيام نوح غرقته بالطوفان ولما سدوموا عمورة حصل فيها الشذوس الجنسي حرقتها بالنار ودلوقتي القوى العالمية بتصرح بكل الأمور والمغبقات اللي تغيزك ده حتى كلمة الكرس مسحبوا يلغوها عشان فيها المسيح وقالوا نقولها في نيو يير يخسار هو المسيح قالها قال علّه عندما يأتي ابن الإنسان قال سيجد الإيمان على الأرض والعجيبة أن الدول اللي خرج منها ده كله دول بالاسم مسيحية فلما ربنا في ساعة واحدة ينهي على هذه القوى كل اللي تحت المسبح يفرحه إلا قالوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدماءنا من الساكنين على الأرض قال لهم استريحوا لغاية ما يكمل العبيد رفقائكم يعني فيه شهداء جايين شهداء بدأوا من أول مبولس الرسول قال قد صرنا مثل غنم للزبط وصلوا إلى يومنا هذا لما شفنا شهداء ليبيا أو هم بيتدبحوا علشان اسم المسيح لأن الرب قد دانها دينونتكم لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا والخاتمة خاتمة بابل القوى العالمية رفع ملاك واحد قوي حجر كحجر رحة عظيم ورماه في البحر قائلا لما تجيب حجر رحة وترميه في البحر يختص ما يقب بشتاني هكذا بدفع سترمى باب للمدينة العظيمة يعني هتتمسح بأستيكة ولم توجد فيما بعد مش هتقوم تاني امبراطوريات خلاص السبع امبراطوريات هينتهوا بيها ولن توجد فيما بعد وبعدين ابتدى يتكلم عن كل أمجاتها هتنتهي صوت الضاربين بالقسارة والمغنين والمزمرين والنافخين في البوق الليالي والسهرات والمجد اللي كان بيوجد فيه هذا العالم والاحتفالات والخمور والسكر والعربدة والعرج لن يسمع فيك فيما بعد كل صانع صناعة هي بتلم العلماء واي واحد من العلماء تشتريه عشان تصنع صناعات وعشان تتقدم كل صانع صناعة لن يوجد فيك فيما بعد صوت رحة الرحة اللي هو الدقيق الأمح لما يطحن يعني الشبع يعني هتفتقر الدول ده إلى رغيف الخب صوت رحة لن يسمع فيك فيما بعد المدن دي كلها الملعلطة بالأنوار نور سراج لن يضيء فيك فيما بعد هتصير الممالك بتاعتك كلها ضلمة صوت عريس وعروس حتى الجواز الطبيعي مش حيكون لن يسمع فيك فيما بعد لأن تجارك كانوا عظماء الأرض إذ بسحرك سحر العلم سحر التكنولوجيا سحر المعرفة ضلت جميع الأمم وكأن ربنا بيبتدي يدي التأديب في آخر الضيقة العظيمة وجد فيها دم أنبياء وقدسين يا متأتى الناس من رجال الله من أهل العالم ومن أمراء العالم ومن ملوك العالم ليه حق أبوليس الرسول يقولنا صرنا كأغزار العالم ووسخ كل شيء نهان ونلطن ويفترع علينا أنتم مكرمون أما نحن فبلا كرامة لكن يعظم انتصارنا بعد ما صرنا مثل غنب للزبح يعظم انتصارنا بمن أحبنا وجد فيها دم أنبياء عهد قديم فردسين عهد جديد وجميع من قتل على الأرض ايه كلمة جميع يعني مش مؤمنين وغير مؤمنين كل اللي تقتلوا ماها أيام قيين الإنسان بيقتل أخوه الإنسان تبجيرات يقعد لك وجدوا في البلد الفلانية حفرة مدفون فيها مش عالف خمسين مدفون فيها مية مدفون فيها ألف القتل بالألاف لأن الشيطان المسيطر على العالم كان قتالا منذ البدا أخذ أول آية في آية تسقي تسعة عشر كيف تفرح السماء ده سؤال عشان كده قال افرحي لها أياتها السموات يقول لك وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمعا كثير في السماء قائلا هللويا ودي أول مرة في العهد الجديد تأتي كلمة هللويا أربع مرات تصحح تسعة عشر وده اللي هنتقابل به المرة القادمة إن أحب الرب وعشنا وتأنى المسيح ولم يأتي لأخذ كنيسته له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر